شابتر ثري هذا قانون من القانون اللي بنحل بها المسائل T2-T1 equal Delta Potential 1-2 plus Work 1-2 في قانون شامل شوية بما يكون القولر نازل لأسفل أو في بعض المسائل ممكن تحلوا بالقانون نأخذ مسائلة منهم دعتي T2 لو كانتك نرجع عند نقطة 2 Position 2 يساوي نصف الماس في الفلسطي Square نقص كانتك نرجع عند نقطة 1 هي نصف mv1 square يساوي لو القولر نازل لأسفل نازل لأسفل يبقى بناخده بالموقع وهو في المثالين اللي احنا نتكلم عنهم هو أن القولر نازل لأسفل فإذن هذه هي الموجب ثاني حاجة م هي قطلة الجسم G هي عادة الجاذبية F هي External Force القوة الخارجية لو قوة تؤثر على القولر غير قوة وزنه تمام؟ قوة خارجية H هي المسافة العمودية ما بين النقطة اللي فوق والنقطة اللي تحت قد يتدرك في المسألة طالما القولر نازل لأسفل وفيه Spring طبعا نحن نتعامل مع Spring المسألة دي واللي فيها Spring فيبقى سالب نصف k S2 square و S2 هو Position 2 S1 هو Position 1 ماشي المسألة اللي هنأخدها هي D The Calender has a mass of 20 kg سطونا D ممكن نحن بيقول الآتي قتلتها 20 kg و بيقول لك إتحركت ماشي و H يتساوي 0 يعني موضع السكون كان كام بصفر هو Color كان هنا نزل و بقى هنا يبقى هذا موضع السكون ها لما H كان كام كان بصفر و طبعا ببعنه موضع السكون يعني H يتساوي 0 يعني السرعة يتساوي 0 DV1 و H تمام عايز يحسب السرعة لما الجسم تحرك مسافة قدرها 3 متر لما الجسم وصل لهنا تحرك بعد 3 متر السرعة تبقى كام يقول لك أن المسافة قبل الشد 2 متر يعني هذه الحتة و الثانية قبل الشد 2 متر لكن الوطر السرعة هو بعد الشد هذا الوطر هو بعد الشد تمام تمام تعرف أنت تجيب المسافة دي بعد الشد بسيطة لو أنت عندك ده H أو H بيساوي 3 يبقى كامل المثلس بتاعنا ده 3 هتشوم ده H بتاعتي ده 3 و ده 2 متر تعرف تجيب الوطر الوطر هو بيساوي الجزء التربيعي ده 3 تربيع زائد زائد 2 تربيع يعني يساوي جزء لـ 13 يبقى الطول بتاع السبرينج ده بعد الشد كان بكام كان بجزء لـ 13 تمام و نفس الكلام برده النحية التانية طول السبرينج التاني برده كان جزء لـ 13 بعد الشد تمام المسألة دي فيها تغير في الطول قبل الشد وتغير في الطول بعد الشد يعني دلت اكس دلت اكس دلت اكس هي التغير في الطول قبل بعد الشد ناقص تغير الطول بعد الشد بعد الشد بعد كده ناقص قبل الشد طيب طيب التغير في الطول بعد الشد قلنا يعني بعد ان تشد السبرينج ده و ينزل تحت سيبقى كام انزل تاتا متر سيبقى جزء لـ 13 طيب التغير في الطول مثلا قبل الشد هو ال ناس L التغير في الطول قبل الشد كام هو ال ناس L فإذا L هي هي L نوت فبقى 2 ناس 2 يساوي سفر يعني L الجديدة هي هي L نوت فهي ساوي سفر لفعلا التغير في قبل الشد بي ساوي سفر تغير قبل الشد السبرينج الأسفر يساوي سفر طيب وهو ده اللي نحل بيه المسألة ده ان نحن نحسب التغير في الطول بعد الشد ناقص التغير في الطول قبل الشد في قوت الـ Spring اهو نحن نقص كنا معي فلوسط 1 بسفر او احساب فلوسط 2 عند نوت 2 والتاكن دي ومن ديك الهتش بثلاتة ومن ديك الهتش بثلاتة ومن ديك الهتش بثلاتة طيب هذه الحال المسألة التغير في الطول الـ X هي L ناص L نوت او الـ S هي L ناص L نوت التغير في الطول قبل الشد نحن نقولها بسفر لان L ناص L نوت اللي الجديدة هي L نوت في 2 ناص L نوت طيب بالنسبة لدي دي جزء 13 ده الطول الطول بعد الشد لكن انا عايز التغير في الطول فيه فرق ما بين الطول وفيه فرق ما بين تغير في الطول اللي انا جابته ده في الاولاني اللي احنا قلناه على بـ 13 ده ده الطول طول الـ Spring في المكان ده لكن انا بحسب تغير الطول فتغير الطول بقول ان الطول ناقص الطول الجديد يعني او طول الـ Spring ناقص الطول الاصلي او الطول او طول ابح remedy او طول التغير في الطول هو الطول بعد الشد ناقص الطول الاص يبقى معادلة عادية خالصية بقت واحد وستة من عشر تمام انت جبت ال S2 و جبت ال S1 خلاص انت كده حالة المسألة تعال نشوف شوات حاجات نصف M كتلة بعشرين بلوس دي اثنين سكوير دي اللي هو عايزها نقص نصف كتلة بعشرين ال V1 سكوير بسفر فالترمي ده كله روح القطلة دي او الكتلة الدين نزل أسفل فسيأخد نهاب الموجب M بعشرين يجبت تسعة وثمانة من عشر زاد هل في اي قوة خارجية تأثر على الجسم ده؟ هل في مثلا اي قوة خارجية تأثر على الجسم ده؟ مفيش القوة الوحيدة اللي يتأثر على الجسم ده هو قوة وزنه فقط فبالتالي هيبقى M يبقى عشرين تسعة وثمانة من عشر والف هنا ستبقى بصفر لأن كوة الخارجية لا يوجد كوة الخارجية حسنًا تفعل ايه؟ ه هي البعض العمود بين النقطة الأولى والنقطة الثانية النقطة الأولى التي قلناها هنا نقص كده هذه نقطة الأولى وهذه النقطة الثانية البعض ما بينهم ه يفعل ثلاثة متر ثلاثة متر نقص الاتنين دي كتبينين بما انك تعمل على اثنين سبرينج ف انت قلت اثنين حضت الاتنين هنا وتحط معادلة سبرينج مرة واحدة بدلا ما تحطها مرتين فقلت اثنين وقلت ناقص وقلت ناقص علشان القرار نزل الاسفل تمام؟ و اثنين المعادلة بقى هي بتاعت قوة السبرينج هي نص كي اس تو سكوير ناس اس وان سكوير الكيمة دهالك في المسألة باربعين والاس تو اللي هو التغير في الطول بعد الشد التغير في الطول يعني الطول الجديد ناقص الطول الاصل الطول الجديد اللي احنا جبناه عن طريق الوطر اللي هو جزة 13 ناقص الطول الاصل اللي هو باتنين بتاع السبرينج يبقى يساوي كله كام يومي وتحضير 10771 واحد و600 ماشى القانون بيقولك ربعوا ربعت القانون ربعت الرقم الخارج ناقص التغير في الطول بتاع السبرينج او تغير في الطول قبل الشد تغير في الطول قبل الشد طبعا بدلانا قبل الشد ليس تغير السبرينج فإذن احنا جبناها بسفر فبالتالي معادلة كلها بعد في مجهول واحد تعرف تجيب الفي وطلع ستة وتسعة من عشرة متر برسكين فكرة المسألة تانية هو إيه الأبعاد وليس القوانين هذه الأبعاد تجيبها تغير في الطول قبل الشد تغير في الطول قبل الشد تغير في الطول بعد الشد تغير في الطول قبل الشد اه ولا يحصل تغير في الطول فهو ا2 نقص اثنين بسفر اهûtه قبل الشد تغير في الطول اه يحصل بين الشد أما بعد الشد التغير في الطول هي طول سبرينج نقص طول الاصلي نقص طول الاصلي طول سبرينج جبناها ان blindة لتريفه في زغار الوتر جزة تربية هي ثلاث تربية هذه الحراسات الآساتين تربية المسخدر الثالث يتضع إلى جهاز الـ 16 نقص طوله تغير في الطول هذا التغير في الطول كيف نقص الـ 16 الـ 17 والنود كم ؟ بثانين ستضع إلى 1-6 من 10 يتضع إلى 1-6 من 10 تدعي Burgess